اتصدر اسم الفاشنستة اللبنانية غنى غندور محركات البحث بعد احتفالها بزفافها في أجواء ملكية صاخبة بحضور نخبة من ألمع نجوم ومشاهير لبنان والوطن العربي وفي الوقت اللي طلقت فيه تهاني بعض النشطاء اتعرضت لانتقاضات واسعة على السوشيال ميديا مش بس عشان عرسها أصغر منها ولكن لأنه مسيحي وهي مسلمة هتتعرف معايا في الفيديو على لمحات خاصة من قصة حب غنى غندور وعرسها جوعون والسبب الحقيقي اللي خلاها تقبل الجواز منه وأبرز مواقف حفل زفافهم الأستوري لمع اسم الانفلونسر اللبنانية غنى غندور في عالم الموضة والأزياء على السوشيال ميديا خلال فترة قليلة وبقت واحدة من أبرز المؤثرين والمدونين في مجالها ونجحت في تجوين شبكة علاقات قوية بعالم المشاهير في الوطن العربي كله وفي 2018 أعلنت انفصالها عن زوجها الأول رجل الأعمال اللبناني طارق الدعو وقالت بناتها نور وياسمين ووقتها انتشر كلام عن أنها تعرضت للخيانة وعشان كده أصرت على الانفصال رغم دعم زوجها ليها في مسيرتها الفنية من بدايتها في أغسطس 2022 كشفت غنى عن إصابتها بالداء الخبيث ونشرت صور بعض خضاعها لعملية إزالة الورم معلنة بدء مشوار علاجها الكيميوي وشددت على كل امرأة ضرورة الفحص والكشف المبكر واللافت كان ظهور بناتها معاها ورجل الأعمال ومصمم المجوهرات اللبناني جو عون في المستشفى عشرين جلسة خضعت ليها غنى خلال فترة علاجها وأعلنت انتصارها على تعابها الخطير بفيديو مؤثر من بعد آخر جلسة في المستشفى وفي أكتوبر 2022 شركة الفنز بلحظات خاصة جدا من عرض جو للجواز منها في مكان زينه بالورود والشموع ولفتة كبيرة كتب عليها أنت الغرام وقعد على رجبته ويقدم لها خاتم الخطوبة بحضور بناتها ووجهت غنى لجو كلمة مؤثرة كتبت فيها انت مش صديقي وحبيبي وقراري وخياري وبس انت قطعة من إيماني بالحياة وبالحب وبالحق انتقادات كتيرة وجهتها غنى بسبب قبولها الارتباط من مسيحي وأصغر منها إلا إنها ضربت بيها عرض الحائق واحتفلت بجوازها مدنيا من جو عون في قبرص وما اكتفتش بكده واحتفلت بزفافها عليه في حفل ضخم ببيروت حضروا نخبة من ألمع نجوم ومشاهير العالم العربي زي هيفاء وهبي سيرين عبد النور رامي عياش وزوجته داليدة ياسمينة زيتون جو أشقر وغيرهم حفل الزفاف كانت رند السوشيال ميديا لأجواء الأسطورية والمختلفة فالعروسة تألقت بفستان ملكي من تصميم نيكولا جابران وتزينت بعقد ماسي من ثلاث صفوف صممه لها العريس بنفسه على مدى أربع شهور ويقدر بحوالي مليون دولار ودخلت غنى لمكان الحفلة على صوت تجبيرات الأزان وأجراس الكنيسة والمؤثر كان دخولها بصحبة بناتها اللي سلموها للعريس واللي بدوره قبل كل واحدة منهم على جبنها وقدم لها وردة بيضة قبل ما يستلم مامتهم العروسة جو سبق له الجواز مرتين وعنده ولد من زوجته السابقة ورغم كل الانتقادات اللي طالت علاقته بغنى إلا إن الفاشنستة اللبنانية أكدت إنها ما وفقتش على الجواز منه بسهولة وقالت جو مر باختبارات كتيرة ويمكن أصعبها لما وقف جنبي وانا تعبانا كان أكبر داعم ليا رغم إن ديته خيار الانسحاب هو مش مجبور يعيش مع واحدة هتحرمه من إنه يخلف تاني لإن في حالتي ومع علاجي حتى بعد شفائي ممنوع من الإنجاب بس هو فضل متمسك بحبي الغريب إن غنى تكلمت بكل جرأة عن كونها أكبر من عرضها وقالت دي الحقيقة ومش عيب إني أكبر منه بالعكس أنا فخورة إن بدي أمل لكل امرأة وببعت لها رسالة إن الحب الحقيقي ملوش قعدة وعابت غنى على كل اللي انتقدوا جوازها من مسيحي وقالت المفروض إن لبنان بلد منفتح ومتعدد وحر حاجة زعل إن الجواز المدني تابوه وممنوع فيه رغم إنه أصبح مسموح في دول عربية إسلامية كل واحد حر في اختيار شريك حياته والطريقة اللي يتجوز بيها الزواج المدني بيضمن للشركين حقوقهم بعيدا عن معتقداتهم الدينية ترجمة نانسي قنقر